السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفام عام اليوم ان شاء الله سنتطرق الى اهم موضوع في الدورة اللي هو كيف اتجنب اغلاق حسابي بعد رفع اول منتوج على منصة ebay خصوصا ونحن نتحدث عن منتوجات رقمية كيبوك لنعرف السبب وراء هذا الاغلاق يجب علينا اولا ان نعرف اسباب الاغلاق اولا اخي الكريم يجب ان نعرف سبب وراء هذا الاغلاق حتى يمكننا تجنب هذه الاسباب فالسبب بسيط اخواني فكل حساب يشكل خطر على المشترين تقوم ebay باغلاقه لحماية مشتريها من النصب والاحتيار اذا السؤال هو كيف يمكن لأيباي ان تحدد ان هذا الحساب صاحبه محتل ام لا فأخي الكريم هناك مجموعة من الاسباب ومجموعة من الاشياء التي قد تؤثر على حسابك وقد تجعله يظهر كأنه حساب لشخص محتل فأولا اخي الكريم فأي اختلاف في المعلومات الشخصية بين حساب ebay وحساب paypal المربوطين فهذا يعني ان الحساب يشكل خطر وكل حساب حديد يعرض سلع مبالغ فيها او اتمنى مبالغ فيها فهذا كذلك يشكل خطر فكل حساب يعرض سلع رقمية فهذا كذلك يكون ممنوع في ايباي والعديد العديد من الاسباب الاخرى التي لا مجال لحصرها وصعب ان نحصرها كلها الآن نريد الحل فأولا اخي الكريم هناك طرق كثيرة ومتعددة سأتطرق اليوم الى اهمها او اهم طريقة لتجنب هذا الاغلاق ومن بعد ان شاء الله سأضع فيديوهات اخرى لطرق اخرى لتجنب هذا الاغلاق فأولا اخي الكريم الطريقة التي اقوم بها شخصيا هو انشاء حساب عادي ثم الدخول الى الحساب يوميا ومشاهدة المنتجات ثم نقوم بشراء بعض الصور او المنتجات الرقمية لا تتعدى قيمتها 0.5 دولار المهم هو ان نتحصل على positive feedback اي تقييم ايجابي لنعطي حسابنا بعض المصداقية لدى ايباي وكذلك لدى المشتري ثم نقوم بالانتظار 15 يوما كلما كان الحساب قديم كلما زادت احتمالية تجنب هذا الاغلاق ثم نلتقل الى الاهم وهو مثلا عند مرور هذه المدة نقوم بتحويل حسابنا من individual الى business وهذا قد شرحته في فيديو سابق سأضعه في في وصف الفيديو والان سأخبركم بسر من اسرار هذا المجال اول شيء يجب علينا ان نرفع المنتج يوم الجمعة مساء والسبد والاحد الاثنين نقوم بازالة المنتج هذا سر من اسرار هذا العمل يعني المنتج نضعه الجمعة في المساء ثم نزله الاحد مساء فالخطوات التي سأقوم بها الان يجب عليك ان تتابع معي وان تركز اخي الكريم فاولا نذهب الى بعض المحلات نعرف صاحبها مثلا او صديق او صديق يعمل بها ونقوم باخذ صورة للمتجر هكذا تكون صورة خارجية للمتجر ثم ثلاث صور اخرى او اربعة للمنتجات التي تعرض في هذا المتجر ونتجه اخي الكريم الى حسابنا في ebay ونقوم برفع منتج مثلا نقوم هنا بانشاء عنوان my business وعند الدخول هنا نقوم برفع هذه الصور التي تحدثنا عليها سابقا نقوم برفع كاملة هنا نختار هذه الصورة كصورة رئيسية ثم نقوم باغلاق هذه الصفحة مباشرة عند اغلاق هذه الصفحة فهي تكون مخزنة في draft مكان خاص في حسابنا فعند مراجعة هذا الحساب تظهر تلك الصور في حساب خاص بنا فاخي الكريم عند تجوزك لهذه المرحلة تقوم برفع المنتج الذي تريد ان ترفعه مثلا ابوك وتأتي هنا الى العنوان فعند اختيارك لهذا العنوان انتبه اخي الكريم لما ساقوله الان تقوم بوضعه هنا وتأتي الى ابوك وترفع هذه الحروف وتضع مكانها اصفار فمباشرة بعد وضعك لهذا العنوان تجلب اليك يعني البحث الاوتوماتيكي او الروبوت كما نقول ثم نقوم برفع المنتج اخي الكريم الان تخلصنا من مشكلة اغلاق الحساب عند رفع اول منتج كان هذا ملخص بسيط لطريقة تجنب اغلاق حسابنا على ايباي لا تنسوا اخواني دعم القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس والضغط على زر جيم ثم مشاركة الفيديو مع الاصطيقاء حتى تعوم الافادة وشكرا لكم جميعا شكرا لكم